برحب بكم عزيزا ومشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا قدرة المسيح في إحياء الموتى ونشوف السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب هل يمكن أحد أن يحي ميتا؟ نشوف الإجابة بتقول إيه؟ من أصول الاعتقاد الصحيح الإيمان بأن الله تعالى وحده هو الذي يحي وميت ومن الدعاء أن غير الله تعالى قادر على الإحياء والإيماتة فقد قفر بل أن المشركين في جهليتهم لم يعتقدوا ذلك في أصنمهم وألهتهم يبقى الوحيد اللي بيحي وميت هو مين هو الله وأي حد هيدعي أن غير الله بيحي ويميت فقد قفر بل وأكتر من كده أن المشركين نفسهم محدش فيهم إدعاء الإدعاء ده ونكمل قال الله تعالى كيف تغفرون بالله وكنتم أموتا إلى آخر سورة البقرة 28 وبعدين راح ذكر لينا وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي ويميت سورة الحج 6 وكمان ذكر لينا سورة الحج 66 هو الذي يأحيكم ثم يميتكم ويقول كده وقد بيّن الله تعالى عاجز الآلهة المزومة عن الخلق والرزق والإحياء والإيماتة وبعدين قال كده الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم إلى آخر الكلام يبقى كل الآيات اللي شفناها سورة البقرة 28 سورة الحج 6 سورة الحج 66 سورة الروم 40 وغيرها تؤكد أن اللي بيحيي الموتة هو الله وخلينا نكمل الإجابة قال الشيخ محمد الأمين الشنقتي رحمه الله فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون يدل دلالة واضحة على أن شركائهم ليس واحد منهم يقدر أن يفعل شيئا من ذلك المذكور في الآية ومنهم الحياة المعبر عنها بخلقكم والموت المعبر عنه بقوله ثم يميتكم والنشور المعبر بقوله ثم يحييكم وبين أنهم لا يملكون نشورا بقوله أم اتخذوا آلها من الأرض ثم ينشرون وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشورا في قوله تعالى قل هل من شركائكم من من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وبين أنه واحد الذي بيده الموت والحياة في آيات كثيرة قوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذ جاء أجالها وكل الآيات اللي أنتوا هتشوفوها قدامكم دلوقتي على الشاشة يعني بيأكد إيه؟ إن اللي بيحي ويميت هو الله يبقى الشيخ محمد الأمين الشمقية يأكد برضو بآيات كتير جدا إن للذي يحي ويميت هو الله وخلينا نكمل وقد كان من آيات عيسى ابن مريم عليه السلام البيانات إنه يحيي الموت بإذن الله ولم يكن عيسى عليه السلام قادرا على ذلك إلا أن يشاء ربه تبارك وتعالى وهنا بيقول إن من المعجزات عيسى إنه بيحي الموت بإذن الله وإن عيسى غير قادر على ذلك إلا أن يشاء الله وهنا فيه مغلطة كبيرة جدا إيه هي المغلطة دي؟ الإذن غير القدرة إيه الفرق بين الإذن والقدرة؟ يعني أنا مثلا هقول أنا طبخت بإذن الله مين اللي طبخ؟ أنا بقدرتي أنا يبقى ما يقولش يا عيسى ما عندوش القدرة على إحياء الموت النقطة التانية دي صفات الإله والله لا يتنزل لبشر عن صفاته لأنه هو المحي والمميد تالت حاجة ودي المهمة إن أسلوب اللي بيكتب فيه كتب القرآن أو يعني بينكم سن الإله في الكرآن لما يجي يتكلم بيقول إيه؟ أو يجي يقول في الآيات يقول إيه؟ بإذن الله هل الله بياخد إذن إله آخر ولداء أسلوب؟ وخلينا نشوف مثلا مثلا في سورة الفطر 22 تقول إيه؟ ثم أورصنا الكتابة الذين استفعينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير مين اللي بيتكلم بيقول أورصنا الكتاب الله؟ مين اللي بيقول بإذن الله برضو الله؟ ومش دي الآية الوحيدة اللي فيها الله بيتكلم ويقول بإذن الله كتير جدا يبقى السؤال لسه موجود مين هو المسيح علشان ياخد صفات الله؟ ونكمل للإجابة قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كحيقة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرأ الأكما هو الأبرس وأحيي الموتى بإذن الله سورة آل عمران 49 مين بشر قبل كده قال إني أخلق لكم؟ لو جاء حد ادعى الألوهية مثلا وقال أنا الله إيه أول سؤال إحنا نسأله له إنت الله؟ طب يلا أوكي متفضل نديك شوية التراب وإخلق نقول له إخلق زي ما ربنا خلق قدم من التراب لو إنت فعلا الإله يلا خد التراب وإخلق وشوفوا معايا سورة النحل 17 بتقول إيه؟ أفا من يخلق؟ كمان لا يخلق؟ أفا لا تذكرون؟ وهنا هل في الصورة دي أو في الآية دي حتى سنسناء قال مثلا إلا المسيح ما قالش ولكن الله أنا يعني بستشهد عليك ليه من القرآن؟ لأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد لو إنت فعلا بتبحث عن الحق ليه المسيح بالذات؟ اتذكر إنه بيخلق وبيحي الموتى شوفوا كمان سورة الحج 73 بتقول إيه؟ يا أيها الناس ضرب يا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الزباب شائعا إلى الآخر الكلام هل الآية دي اتقالت والناس بتعبد المسيح؟ أيوة طب هل كده في استثناء مثلا رح قال إيه؟ إلا المسيح؟ مثلا قال كده والناس بتعبد المسيح في الوقت اللي جي في محمد مفيش استثناء وخلينا نكمل الإجابة وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدوة كهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والطورة والإنجيل وإذ تخلق من الطينة كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرى الأكمة والأبرس بإذني وإذ تخرج الموت بإذن المئدة 110 صفات الله الزاتية كالخلق والإحياء والإماتة ربنا ما بيدهش لحد وخلينا نكمل الإجابة أما ما وقع من المجادر لإبراهيم عليه السلام بأنه قادر على الإحياء والإماتة فهذا من أسخف الإدعاءات وأبطلها ولهذا لما نظره إبراهيم عليه السلام انقطع ذلك الكافر وسبط بطلان دعاه فقال تعالى ألم ترى الذي حاجة إبراهيم في ربه إن أتاها الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين البقرة 258 فلا يستطيع أحد من البشر أن يدعي إنه قادر على إحياء الموتى ومن ادعى ذلك فهي هم الموتى من الرسل والأنبياء والعظماء فليحيهم إن كان صادقا في دعواه والله أعلى أنا طبعا مش هعلى على موضوع إبراهيم دلوقتي لأن الكلام فيه كتير جدا لكن السؤال كان بيقول إيه هل يمكن لأحد أن يحيي ميتا وإيه رأيكم لا يستطيع أحد من البشر إنه يدعي إنه قادر على إحياء الموتى إلا مين إيه رأيكم إلا مين إلا المسيح طب ليه الوحيد اللي قادر على إحياء الموتى والخلق وكل المعجزات اللي هو جيب بيها ليه لأنه هو إيه هو كلمة الله والله وكلمته واحد وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وغيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر